من أسجهات الشروق نيوز أحييكم أهلاً وسهلاً بكم إلى معرض الصحافة وفي مستهله كما جارت العادة جريدة الشروق اليومي والتي عنونت صدر صفحتها الأولى في شأنين اقتصادية عقارات بخمسمائة متر للشباب المقاول بالبلديات وتقرؤون فيما يخص الحدث التي تحذر له الجزائر احتضان القمة العربية في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل قرارات جريئة منتظرة من القمة العربية بالجزائر قضايا الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري ضمن الأولويات والأمن العام تزامن الحدث مع ذكرى اندلاع الثورة يعطي أبعاداً إضافية وعلى رأسي الصفحتها الأولى تقرؤون فضيحة مصفات أغسطة أمام القضاء قريباً وبالقاسم حوام خارج سوارستجن في الثامن من نوفمبر المقبل وطعنا تخين جرتود بحياة شاب في وليت طيفة تقرأون في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق الصادرة لنهار اليوم هذا المقال المعنون كالتالي انطلاق أولى اجتماعات القمة العربية بالجزائر تنطلق أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الحادية والثلاثين والتي تستضيفها الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل الأربعاء وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللاطيف رحال تحت شعار قمة لمشن حيث توجه وفد الأمان لجامعة الدول العربية ثلاثة إلى الجزائر للمشاركات في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية والتي تنطلق الأربعاء بداية باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يستمر لمدة يومين تفاصيل هذا المقال في صفحتي الثالثة من جاندة الشروق أجندة مكتظة بالزيارات بين الجزائري وفرنسا بعد عودة الدفء للعلاقات الثنائية تكتب الشروق وجاء في نص المقالة فتحت الزيارتان التي انقادت الرئيس الفرنسي مانويل مكرون والوزير الأول إليزابات بورن لجزائر المجالة واسعا أمام إرساء علاقات شراكة قاوية يتوقع أن تتبلور بشكل لافت بداية من السنة المقبلة بزيارات لمسؤولين فرنسيين كبار فضلا عن محطات هامة من بينها انعقاد اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية تفاصيل هذا المقال في الصفحة الثانية جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم تكتب في افتتاحيتها قمة نوفمبر بداية العد التنازلي وتطرقت في عنوان رئيسي آخر إلى تفاصيل أكبر عملية استوزيع لسكنات مختلف السياغ عبر الوطن تحفيزات جبائية جديدة لتشجيع الاستثمار ودعم القدرة الشرائية تفاصيل الموضوع في صفحة ثالثة من ذات الجريدة وتقرؤون مشاهدين في عنوان جانبي التعليم الابتدائي تحت مجهر الوزارة وفي تفاصيله تقرؤون في صفحته الثانية ما يلي إذن تقرؤون في صفحة ثانية من جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم كشف رئيس والمجلس الوطني للبرامج بوزارة التربية الوطنية عبد الله الوصيف أنه سيتم استحداث بطقيات لتلاميذ الطور الابتدائي لتحديد مرجعية وطنية للمكتسبات المدرسية للتلاميذ في هذه المرحلة من التعليم في كل المواد أوضح المسؤول في تصريح الاستحافة على هامشي أشغال ندوة جهوية حول مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي بمشاركة 15 ولاية بقاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الولاي بقسنطينة أن هذه البطقيات تعتبر الحلقة المفقودة بين مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط مبرزا أنه من شأنها إعطاء صورة واضحة عن مكتسبات وصعوبات كل تلميذ متنقل لمرحلة التعليم المتوسط المساء هي الأخرى تعنون فيما يخص القمة العربية وتكتب الجزائد رصيد من ذهب انطلاق الاجتماعات التحذيرية اليوم وتقرؤون أيضا على رأسي صفحتي الأولى الجزائر حضارة ضاربة في التاريخ وتوزيع 380 ألف سكن قبل نهاية 2022 ورئيس تبون تبنى رمزية نوفمبر لبناء الجزائر الجديدة تفصيل هذا المقال في الصفحة الثانية من جريدة المساء الصادرة لنهار اليوم تقرؤون مشاهدين ضمن تفاصيل الجريدة رقابة جبائية على ضريبة الثروة وإحفاءات لتشجيع الاستثمار امتثانا لأوامر الرئيس تبون بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين أكدت المدير العام للضرائب أميل عبداللطيف أمس أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن عدة تدبير جبائية لتشجيع ودعم الاستثمار تكتب المساء وأوضحت السيدة عبداللطيف خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعب الوطني في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023 أن هذا النص يقترح إعفاء تعاونية الصيد البحري وتربية المائيات واتحاديتها المختأ المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات وكذا وكذا وضع إطار لتأسيس نظام جبائي للمقاول الذاتي تقرؤون في الجريدة اليومية التي تهتم بالاقتصاد هذا العنوان ما في الاستيراد نحو الزوال وعلى رأسي الصفحة الأولى للمستشار أو المستثمر أقول عفوا جديد ملف السيارات تتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير تكنولوجيا عصرية وروح جديدة لشركة الجزائرية السعودية وميباس تطبيق ذكي لتنظيم ورقمنة قطاع خدمات النقل الجامعية تقرؤون مشاهدين في صحفة العالمية والعربية منها وفي القدس العربية السودان تظاهرات ذكرى انقلاب البرهان تصل لمحيط القصر الرئاسي والأمير تميم يندد بتعرض قطر لحملات تشويه غير مسبوقة على خلفية تنظيمها كأس العالم وتقرؤون على في الصفحة الأولى أقول الجزائر وزير المجاهدين ينفي ما تدولته صحيفة أمريكية حول الجماجم المستعادة كان هذا كل ما لدينا فيما يخص معرض الصحفة لنهر اليوم شكرا لحسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء